أنا تكلفت واحتضرت ولكن من وقف بعيني هو الشعب العراقي أقوله بكل صراحة شفت الفقراء شفت المساكين ما الذي قدمه للعراق؟ تقرير دولي يستعرض أداء الكاظمي خلال الأشهر الستة الماضية عند تبوء الكاظمي منصبه رافع كثيرون سقف توقعات لإمكانية تحقيق الاستقرار في العراق حيث طرح مشروعا إصلاحيا طموحا ووضع تسع أولويات لحكومته على رأسها سيطرة الدولة على السلاح وحماية المتظاهرين وتهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة فهل كان عمل الكاظمي خلال هذه الفترة ملبيا للتطلعات؟ تقرير دولية تؤكد أن أداء الكاظمي كان دون الطموحات خاصة فيما يتعلق بمواجهة الميليشيات المسلحة الموالية لإيران وإطلاقها الصوريخ على المصالح الأمريكية في العراق التقرير استعرض على سبيل المثال بأول تحدي حقيقي لرئيس الوزراء وهو العملية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب وأصفرت عن اعتقال عناصر في ميليشيا كتائب حزب الله بعد هجمات صاروخية على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء لكن المعتقلين أفرج عنهم جميعا باستثناء واحد حسب التقرير ولم تنتهي العملية بإطلاق صراح المعتقلين فحسب بل باعتذار من الكاظم للكتائب وتوجيه اللوم إلى جهاز مكافحة الإرهاب حسب التقرير واعتبر التقرير أن الكاظم بفعلته هذه أساء استخدام موارد الدولة وقوض صمعة واحدة من أكثر المؤسسات مصداقية في العراق ويرى التقرير أيضا أن الكاظم فشل في تحقيق العدالة لقتل الاحتجاجات فيما عبر ناشطون عن شكوكهم حيال قدرته على تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها ووقف عمليات القتل والاختطاف التي يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني في العراق ومن بين التحديات الأخرى التي يواجهها الكاظم في العراق مكافحة جائحة كورونا وإصلاح الاقتصاد والعلاقات الخارجية يقول الكاظم إن يديه مقيدتان لكن مع ذلك يرى التقرير أن الرئيس الوزراء وإن كان مؤقتا له صلاحيات كثيرة ينبغ استغلالها بعزم لملاحقة الجماعات المسلحة وتحقيق الاستقرار في القطاعات المالية والأمنية والصحية لاستعادة ثقة الجمهور ترجمة نانسي قنقر